بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفداً للعهدة الخامسة للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليق خرج نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق غايت صالح في تطور ملفت للأحداث قائلاً إن حل الأزمة الجزائرية يكمن في تطبيق نص المادة 102 من الدستور الجزائري وذلك في خطاب له بته التلفزيون الحكومي خلال زيارته للنحية العسكرية الرابعة بورقلة المادة 102 من الدستور تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهوريان يمارس مهمه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري الجزائري وجوباً وبعد أن يتتبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوته المانع الفريق غايد صالح قال إنه يتعين بل يجب تبني الحل الكفيل بالخروج من الأزمة والاستعجابة لمطالب الشعب الجزائري مع ضمن احترام الدستور واستمرارية الدولة وخلص رئيس الأركان الجزائري إلى القول إن هذا الحل هو المنصوص عليه في المادة السالفة في الذكر من الدستور هذا التطور يأتي في خضم من قصامات طفحت إلى السطح داخل معسكر الرئيس بوتفليقة في الآوينة الآخرة وذلك بإعلان مجموعة من النواب التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني استقالتهم وانضممهم إلى الحراك الشعبي كما أعلن منصق الحزب معاذ بوشارب مسندة جبهة التحرير للاحتجاجات المستمراء منذ أكثر من خمسة سبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر